موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج من الداخل عبر قناة الميادين معكم زينب الصفار ول زمن بلفور وجاء زمن المقاومة والانتصارات اليوم وبعد مرور مئة عام على وعد بلفور المقيت وخمسة عشر عاما على تصريحات وزير الخارجية الأسبق في الحكومة العمالية البريطانية جاكسترو بأن بريطانيا لم تنصف الفلسطينيين في وعد بلفور تتسارع الأحداث الإقليمية والعالمية بمتغيراتها إذ تتزايد المؤشرات بأن دولة الاحتلال في المدى الاستراتيجي إلى المزيد من حالة العزلة الدولية بحسب المتابعين وبهذا السياق يستشعر الكثير من دول العالم بأن لا مستقبل للكيان الإسرائيلي في منطقتنا العربية وهو الجسم الغريب في بقعة لا ينتمي إليها حيث قام الغرب بالتلاقي مع الحركة الصهيونية أنذاك بزراعة هذا الكيان المختصب لأرض الغير والذي يمارس التطهير العرقية بحق سكانها الأصليين منذ نحو سبعة عقود وقام بترد ما يقارب المليون فلسطيني الذين تحولوا إلى لاجئين وينتهك حقوق الإنسان الفلسطيني على مدار الساعة الكاتبة والناشطة الأمريكية أليسون وير رئيسة مجلس المصلحة الوطنية ومؤسسة موقع لو علم الأمريكيون عام 2001 عقب الانتفاضة الفلسطينية الثانية تنضم إلينا اليوم من مدينة سان فرانسيسكو للحديث بالتفصيل عن وعد بلفور ومن كتبه ولماذا والظروف التي أدت إلى تكريسه وعن ارتباطه الوثيق بالحرب العالمية الأولى والولايات المتحدة الأمريكية والصهيونية السياسية سيدة وير مرحبا بك في الميادين وفي برنامج من الداخل شكرا جزيلا على استطاقاتي أهلا وسهلا بك أليسون في كتابك ضد حكمنا الأفضل التاريخ الخفي لكيفية استخدام الولايات المتحدة لإنشاء إسرائيل أي كيف تم استخدام الولايات المتحدة لإنشاء إسرائيل تتحدثين عن الصلة الوثيقة بين أمريكا وإنشاء هذا الكيان بداية وقبل الغوص في تفاصيل هذا الأمر حبذا لو تعطينا لمحة عنك سيدتي كيف قاربتي موضوع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وكيف بدأت تتوضح هذه الصورة لديك بالطبع يسرني ذلك منذ 17 عاما وكمعظم الأمريكيين كنت أعرف القليل عن إسرائيل وفلسطين لست يهودية أو عربية أو فلسطينية ومثل معظم الأمريكيين كنت أجد أن هذه القضية مربكة ولا على قالبها لكن لدى حصول الانتفاضة الثانية وكانت الأخبار تصلنا كنت أعرف كصحفية أن الأخبار منحازة فكنا هنا ندعم إسرائيل بشكل أساسي بالتالي أردت أن أغوص في التفاصيل واستخدمت الإنترنت وصدمت بما وجد ثم زرت غزة والضفة الغربية في بداية العام 2001 في شباط وفبراير وأذار مارس كمراسلة أعمل لحسابي الغرصة وعندما رأيتم الذي كان يحل بالفلسطينيين مباشرة في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية وفي غزة تحديدا عدت وأطلقت المنظمة التي أسستها وهي موقع لعالم الأمريكيون بهدف إعلام الأمريكيين بما يحدث ثم بدأت أدرس القضية بشكل مكثف خلال قراءة الكتب المختلفة ومقابلة المعنيين وفي إطار هذا البحث اكتشفت في الواقع علاقات أمريكية قوية جدا ووثيقة بالحركة الصهيونية منذ وقت باكر جدا وحتى أبكر مما يعرف به الناس حيث توجد لكثير من العلاقات الصهيونية في أمريكا بوعد بلفور بحد ذاته عن هذه العلاقة أليسون وفي ثنايا نعم وفي ثنايا وعد بلفور تظهر أدلة توثيقية متنوعة أن الصهاينا دفعوا أمريكا لدخول الحرب إلى جانب بريطانيا كجزء من صفقة للحصول على دعم بريطاني لسلب واستعمار فلسطين وبالتالي الوصول إلى ذلك الوعد المشؤوم كيف جرت تلك الخطوات أليسون؟ لقد صدمت فعلا عندما اكتشفت هذا الأمر على رغم من أن بعض المؤرخين الأمريكيين والبريطانيين قد تحدثوا ذلك والقادة الصهيونية قد تحدثوا عن ذلك وعن أن طريقة التوصل إلى هذا الاتفاق كانت عبر اتفاق جنتلمان اتفاق سري على مستوى هايم وينتسمن عندما أخبر الحكومة البريطانية التي كانت يائسة وقتها خلال ما سمي بالحرب الكبرى ووقوع عدد كبير من الإصابات وفي تلك الحرب كانت بريطانيا تخسر وكانت هناك خشية حقيقية من خسارة بريطانيا الحرب تالي صهينا البريطانيون ذهبوا للحكومة البريطانية قائلين بمقدورنا مساعداتك للفوز بالحرب ودفع الولايات المتحدة الأمريكية لسيما عبر لويس براندايس القاضي في المحكمة العليا والذي كان مقربا جدا من الرئيس ويدرو ويلسون وقتها لكي يشارك في الحرب ويمكن أن نحث المعاونين الصهينا لكي يدفع أمريكا للانضمام بريطانيا في حربها وتعيدون أنه عندما تفزون في هذه الحرب ضد الإمبراطورية الأثمانية وتكونون مسؤولين عن فلسطين ستقومون بتسهيل مشروعنا لإستعمار فلسطين وتأسيس دولة يهودية في فلسطين وبدأ هذا المسار قرابة سنتين قبل التوصل إلى وعد بلفور وإصداره بطريقة رسمية ونص وعد بلفور كان يجري التداول به تهابا وإيابا بين بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ومجموعة من الصهاين الأمريكيين قد سهموا في صياقة نص وعد بلفور والشخص الذي خط السيغة النهائية لوعد بلفور كان صهيونيا سريا مسؤولا بريطانيا هو ليابولد ايمري وكان صهيونيا يعمل بشكل سري كل هذه المعلومات قد فجأتني بشكل كبير كمواطنة أمريكية فنحن بالطبع ندرس في تاريخي عن الحرب العالمية الأولى ومشاركة أمريكا في هذه الحرب العالمية الأولى وكانت لدي خالة توفي زوجها لأنه شارك في الحرب العالمية الأولى ولكن يوما قد سمعت بوجود هذه الحركة لاستحداث دولة يهودية وكانت على الأرجحة مسؤولة عن دخول الولايات المتحدة الأمريكية في تلك الحرب المروعة حيث قضى قرابة 200 ألف أمريكي وشرحها هذا العدد في حرب لم تكن لها علاقة بأمريكا نعم أليسون كما قلت نعم سيدتي كما قلت أليسون أن بين لندن ونيويورك وواشنطن كان هناك اتصال مستمر إما عن طريق التاليغراف أو عن طريق الزيارات الشخصية نتيجة لذلك أن هناك وحدة كاملة بين الصهاينة على طرفي الكرة الأرضية لعلك تخبرين أكثر أليسون كما قلت عن دور القاضي براندايس والرئيس وولسون الذي كان من اللافت أنه بداية وصل إلى سدة الرئاسة على قاعدة أنه لن يدخل أمريكا في الحرب ولكن ما لبث أن أدخل أمريكا في الحرب وأيضا لو تخبرين عن هوراس كالن مؤسس البراشم وهي منظمة صهيونية سرية بالطبع يسرني ذلك فهذه وقاعة هامة لابد من أن تظهر للعلن أنا كتبت عن هذا الموضوع في كتابي وبالتالي إذا ما قرأتم هذا الكتاب يمكنكم أن تجدوا اقتباسات كاملة عن كل المعلومات التي أقولها ولست هنا لكي أختلق المعلومات لكن الوقع هي أن لويس براندايس كان رجلا أمريكيا نافذا كان محاميا صاحب نفوذ وقد جرت عينه واعتماده كقاد في المحكمة العليا وهي المحكمة الأهم في الولايات المتحدة الأمريكية وكان مقربا جدا من رئيس ويدرو ويلسون إضافة إلى ذلك كان ضالعا بشكل كبير في الحركة الصهيونية في فترة مبكرة ولويس براندايس كان وقتها رئيس الحركة الصهيونية العالمية وكان نشطا جدا فيما يسمى بمنظمة صهيونية سرية وقد تم الكشف عن ذلك من جانب مؤرخ إسرائيلي يهودي في الواقع دكتورة سيري شميت وهي أستاذة في أحدى الجامعات الإسرائيلية المعروفة وقد كتبت مقالا كشفت فيه عن أن براندايس كان في الواقع قائد منظمة سرية تعمل في الولايات المتحدة الأمريكية واسمها البرشيم هذه الجامعية قد أسسها أمريكي هو هويس كالن وقد عمل قبل ذلك في جامعة برينستن عندما كان ويدرو ويلسون رئيسا لجامعة برينستن ثم انتقل إلى جامعة ويسكنسن وهوريس كالن كان قد أطلق في الواقع هذه الجامعية الصهيونية السرية وهذا أمر صادم لكنها حقائق موثقة بشكل واضح ثم هوريس كالن وبحسب ما كتبته سيري شميت فضلا عن صحفي أمريكي مرموك بيتر جروس هوريس كالن قام بإدخال فكرة في قرابة العام 1915 مفادها أن البريطانيين سيستفيدون من إصدار أعلان رسمي دعما لتأسيس وطن لليهود في فلسطين وهذا بالطبع ما أفضى إليه وعد بالفؤر وقد اقترح ذلك في وقت مبكر حيث أنه حرص على وصول هذا المقترح إلى الحركة الصهيونية البريطانية ثم إلى الحكومة البريطانية واعتبر أن هذه ستكون طريقة كفيلة بدخول الواقع المتحدة الأمريكية الحرب وقتها رأي العام الأمريكي لم يكن راغبا في المشاركات في الحرب كان قد جرى انتخاب جروس وولسون رئيسا بشعار واضح فلنبقى بعيدين عن الحرب لأن أمريكا لم تكنها علاقة بتاتا بالحرب العالمية الأولى وقد سميت وقتها بالحرب الكبرى لم تكن لدينا أي تحالفات ملزمة مع أي من الدول المعنية بتلك الحرب ولم تكن لدينا أي مصالح استراتيجية للمشاركة في الحرب والبنتاكون كان يحاجز ضد دخوله في الحرب والرأي العام لم يكن راغبا في المشاركة في تلك الحرب لأن الصهيونية قد شعرت وقتها أنه من خلال دفع الولايات المتحدة الأمريكية لدخول في تلك الحرب ومساعدة بريطانيا في الفوز بتلك الحرب وتصبح إذن بريطانيا مسؤولة عن فلسطين وهذا ما حصل بعد الحرب مع معهدت فرساي ومحادثات باريس للسلام وإرساء نظام الوصاية وأعطيت بريطانيا حق الوصاية على فلسطين ثم فتحت بريطانيا فلسطين أمام الاستعمار والهجرة الصهيونية هكذا كانت تسلسل الأحداث وكيف جرى إصدار وعد بالفور وهذا أمر يحمل دلالات كثيرة لأن تلك قد فتح الباب أمام الاستعمار الصهيوني وأمام الصهيونية كقوة نافذة في العالم وبريطانيا كانت أساسا وقتها تعير انتباها لهذه الجهة غير الحكومية في العام 1914 حتى 1922 وبالتالي كانت ذلك أساسيا وحاسما في إرساء إسرائيل اللحق وبالطبع كانت ذلك على حساب التطهير العرقي للمواطنين الفلسطينيين الأصليين ومعظم الأمريكيين لا معرفة لهم بتاتا بأننا شاركنا في ذلك نعم حسنا أليسون وير اسمحي لنا بالتوقف مع فاصل قصير وبعد هذا الفاصل سنتحدث ونتطرق إلى موقف رئيسة الوزراء البريطانية اليوم من وعد بالفور إذن فاصل قصير ونعود لا تذهب بعيدا أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام ونرحب بالكاتبة والناشطة الأمريكية أليسون وير رئيسة مجلس المصلحة الوطنية ومؤسسة موقع لو علم الأمريكيون أهلا وسهلا بك أليسون من جديد أليسون رئيسة وزراء بريطانيا تيريسا مي تفاخر اليوم بدور بلادها في قيام الكيان الإسرائيلي موجهة الدعوة لنتنياهو لحضور إحياء الذكرى في محاولة لإرضائه لمحابات الكيان الإسرائيلي كيف قرأت هذا الموقف أليسون هذا فعل مخزن مخزن بالفعل تماما مثل الرئيس الأمريكي ورئيسة الوزراء البريطانية نرى مسؤولين كثر يحابون اللوبي أسويني وهذا أمر مضر بالشعب في إنجلترا والشعب في أمريكا وهذه مأسات بالنسبة إلى الشرق الأوسط وهذه الأفعال تؤدي إلى قدر كبير من إعدام الاستقرار والعنف على المستوى العالمي بالتالي أرى أن هذه أفعال مخزية بشكل كبير أن نرى تيريسا ما يتتصر في هذه الطريقة لكن الأمر لا يأتي صراحة كمفاجأة حاليا في الغرب اللوبي الإسرائيلي نافذ الحد كبير فقد وصل إلى كثير من الأماكن ويملك الكثير من الأموال وتوجد كثير من الأياد نافذة خلفه ومعظم السكان لا يعرفون بوجود هذا اللوبي لحظن الحظ المزيد من الناس يتيقنون لهذا الواقع لكن حاليا توازن القوى يبقى جانحا إلى جانب اللوبي الإسرائيلي التي ينفذ دوما إرادته مثل هذا التصريح الذي صدر على رئيسة الوزراء البريطانية عكس ما يشتهيه الكثر في بريطانيا بالنسبة إلى الدور المخزي لبريطانيا في إرساء إسرائيل ودعم ما تقوم به إسرائيل بحق الفلسطينيين حاليا بريطانيا مسؤولة بشكل كبير عن ذلك أيضا أمريكا مسؤولة أكثر من ذلك بكثير وبالنسبة إلينا كمواطنين أمريكيين بالنسبة إلى الكثر منا نحن نشعر بعار كبير لما فعلته وتفعل حكومتنا ونحاول أن نعارض ذلك لكن حتى الآن السلطة تبقى في يد الحركة السهيونية كما كان الواقع في العام 1917 الوضع يتبدل لكن ليس بالسرعة المطلوبة بعد نعم بالعودة إلى ما يحدث اليوم أليسون الأجهزة الإعلامية التابعة والمساندة لإسرائيل تمتلك المال والقوة والنفوذ وكل من يخالفها في الرأي تتم مهاجمته وتشويه سمعته بوصفه معاديا للسامية كما يقولون وأنت تعرضت لذلك لكنك لم تخضع لتلك الضغوط ما التحديات التي واجهتها حتى الآن أليسون؟ الوضع مختلف في الواقع نشهد على اغتيال الشخصيات في الكثير من الحالات ما أن نتحدث عن فلسطين نسمى بمعادات إسلامية وعندما نصبح شخصية عامة يتم استهدافنا بالكثير من الإهانات والطرق المؤذية وذلك عبر طرق مختلفة وعبر أشخاص مختلفين حتى عبر الحركة الاجتماعية والحركة الصيونية ماهرة جدا في الواقع فلما كانت قادرة على تقيق محققته إن لم تكن ماكرة إلى هذا الحد وقادرة على التلاعب بالأشخاص إلى هذا الحد لكن مع وجود الإنترنت لدينا طرق أكثر من الماضي لإيصال رسائلنا وأفكارنا من خلال استخدام الإنترنت ومن خلال مشاركة في الكثير من الجامعات والمحاضرات في أمريكا فلم تستولي الحركة الصيونية على كل الأماكن ممكن أن نحرز تقدما فمثل كتابي بعت منه قرابة الأربعين ألف نسخة عبر تداول الخبر بوشوده والكثير من الأشخاص بدأوا يتحدثون عن هذه المسألة وكما قلت على رغم من أننا نتعرض لتشويه السمعة مباشرة وبطرق مختلفة عندما نعمل على هذه القضية المثير من الأشخاص بدأوا يتجهلون هذا الأمر ويعملون على هذه القضية بغض النظر عن تبعات الأمر وأعتقد أننا في نهاية المطاف سنحقق بعض النجاح وإن كان الأمر يأخذ بعض الوقت نعم أليسون ولايتها ميرليند وويسكونسون بالأمس أصبحتها رقم 23 أو 24 من الولايات المتحدة التي تقوم بحضر أو إدانة حركة البي دي أس أي المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل ما هي الخطوات أو المبادرات التي برأيك ينبغي اتخاذها من قبل المواطنين الأمريكيين لمحاولة التأثير على سياسات أمريكا تجاه الفلسطينيين ومظالمهم أعتقد أنه من المهم شدة أن نوعي المسيد من الأمريكيين حول حقيقة ما يحصل قرارات كتلك التي تصدر على مستوى الولايات تكون بعيدة عن معرفة الناس ويعتقد المواطنون أن هذه الأمور مرتبطة بأمور خارجية لأنها في الواقع قضايا محلية يتم تمرير هذه القونية على مستوى محلي لكنها هامة جدا وتؤثر على حياة الناس بالتالي من المهم شدة أن نقوم بنشر هذه المعلومات على مستوى الجميع واختار الأمريكيين بكم هذا الأمر مضر بالنسبة إلينا وإلى المنطقة ككل هذا الأمر يشكل تدخلا بالحق الأساسية الحق الأساسي للأمريكيين بحرية التعبير واختيار ما نريد أن نشتريه وأن لا نشتريه لأسباب سياسية بدأت الولايات المتحدة الأمريكية في تاريخها من خلال مقاطعة بريطانيا خلال الثورة الكبرى وبالتالي حركة المقاطعة من النسيش الاجتماعي الأمريكي والحركة الصيونية تتدخل في ذلك اليوم كنت أعمل على مقالة في الواقع حول هذا التشريع المضر التي شرى تمريره في ميرليند وولاية أخرى وفي الكثير من الحالات هذه القانين يصوغ أشخاص يحملون جنسية مستوجة وتبين اليوم أن البعض من هؤلاء يقومون بهندسة هذه التشريعات المتمنة وهم أعضاء في منظمات إسرائيلية أمريكية أشخاص لهم ولااءات أكبر بكثير لإسرائيل من ولائهم لأمريكا وهذا أمر محبط ومؤسف إلى حد كبير يجب أن لا يحدث أن نرى أشخاص يحملون الجنسية الأمريكية يهتمون بمصالح دول أخرى ويضرون بحياة المواطنين الآخرين وهذا أمر مضر بحياة الجميع هذه مأساة بالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسط ككل هذا أمر مأسوي بالنسبة إلى الفلسطينيين وأيضا مضر بالنسبة إلى الإسرائيليين فهذا يؤدي إلى إطالة أماد هذا النزاع المسلح والعنيف بالتالي المهم هو أن يعرف الأمريكيون بهذه الوقاعة وبعدها أن نخبر نوابنا أننا لن نواصل انتخابهم في حاقهم بتمرير هذه القانون التي تضر بأمريكا ولن تخدم المصالح الأمريكية هذه مسؤولياتنا القانونية وهذه مسؤولياتنا المدنية كمواطنين أمريكيين حسنا سيدة وير شكرا جزيلا على انضمامك إلينا حدثنا من مدينة سان فرانسيسكو والشكر لكم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة وللمزيد من التواصل تابعونا على صفحات التواصل الاجتماعي ودائما من الداخل من كل فريق عمل البرنامج من كل الميدين السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة